مصر لي ودعت كاسر همم منتخب مصر ودع كاسر همم الأفريقية من دور الستاشر للمرة الأولى في التاريخ في بطولة احنا بننظامها على أرضنا بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف منتخب مصر قبل كده أو مصر نظامت كاسر همم الأفريقية قبل كده خمس مرات الممارة الأولى كانت تسعة وخمسين وتواجنا باللقب المرة الثانية سنة 74 وحصلنا على مركز الثالث المرة الثالثة كانت سنة 86 وتواجنا أيضا باللقب المرة الرابعة كانت 2006 ومصر تواجت باللقب المرة الخمسة للأسف منتخب مصر 2019 بيودع كاسر همم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا من دور الستاشر منتخب جنوب أفريقيا قبل كده مرتين سنة 96 وفزنا عليه بهدف نظيف لأحمد الكاس قبل نهم سنة 1998 في أبوركين أفاسو وكسبنا عليهم ممورة الناهائية بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى عشان نتلقى 2019 أول خسارة في كاسر همم الأفريقية أمام المنافس جنوب أفريقيا بهدف نظيف الحقيقة أنه خسارة البطولة فتحت أسباب كتيرة جدا ليه إحنا خسرنا؟ ليه خرجنا؟ ليه مقدرناش أن إحنا كمان نصعد نبقى كمان حتى من الأربعة الكبار أو حتى نقرب قدر الإمكان من اللقب ونوصل لدور التماني الحقيقة أنه البداية خالص كانت اختيارات أجيري اختيارات الأجيري من البداية كان عليها علامات استفهام كبيرة جدا وده وضح خلال المباريات لأنه البداية بتاعة أجيري كانت ثبتة واضحة المباراة الأولى بينزل وليد سليمان بينزل كوكا وبينزل عمر وردة المباراة التانية وليد سليمان كوكا وعمر وردة كان تم إيقافه ونزل في المباراة دي علي غزال المباراة التالتة أغندا كنا ضمننا الصعود فبالتالي أحدث بعض التغييرات في التشكيل فطريق حمد كان على مقعد البودلاء نزل كوكا كان أساسي أصيب خرج نزل مكانه مروان محسن والتغييرة الأخيرة كانت لإراحة أحمد المحمدي كان نجم المباراة أمام أغندا فخرج ونزل مكانه عمر جابر نفس التغييرات ونفس التشكيل ونفس الاختيارات كانت أيضا في مباراة جنوب أفريقيا بدون أي تغيير في التكتيج تماما وليد سليمان بديل وعمر وردة بديل والبديل الثالث كان أحمد علي مكان مروان محسن لإنه كوكا مصاب الاختيارات كانت ثابتة ووضحة بدون أي فكر جديد خالص تماما عند خفير أجيري مدير فني لمتخب الوطني النقطة الثانية أو الجزئية الثانية وهي الأهداف اللي احنا أحرزناها أحرزنا أهداف شكلها عامل إزاي المباراة اللي افتتاحية أمام زنبوي بمهارة من تريزيجي المباراة الثانية كرة عرضية من ضربة ثابتة أحمد المحمدي بيولدوش الكرة بيدخالها هدف والهدف الثاني مهارة من تريزيجي لمحمد صلاح بمهارة فائقة جدا بيحطها على يسار الحارس المباراة الثالثة واستمحنا مضغوطين جدا أمام المنافس القوي والعنيد أغندا محمد صلاح بمهارة فائقة بيحط كرة من ضربة ثابتة واحمد المحمدي بيضيف الهدف التاني دي كانت شكل الاهداف بتاعتنا ما كانش فيه اي تكتيك او طريقة معينة في احراز الاهداف ما فيش افرات ما فيش تصويبات من الخارج ما كانش فيه هاتف خود ما فيش اي تنوع تكتيك في المباراة خالص ليه تحديدا بقى خسرنا قصاد جنوب افريقيا ده اللي هنشوفه بالزبط دلوقتي وإيه اللي حصل خلال المباراة منتخب مصر بدأ المباراة زي كل مباراة بنفس التشكيل شناوي حارس مرمى محمدي باك رايت وباك ليفت ايمن ارشف واثنين قلب دفاع احمد حجازي ومحمود علاء اتنين في وسط الملعب هما النني وطريق حامد قصادهم بشوية عبدالله السعيد ومحمد صلاح في اليمين وترزيجي في الشمال ومروام محسن رأس حربة صريحة حصل بقى المشكلة انه احنا قابلنا منتخب بقى بيلعب علينا كورة منتخب بيهاجم وهو منتخب جنوب افريقيا اللي تميز في المباراة دي ان يكون عنده اتنين فرودة صرحة وهو لورش صاحب الهدف ومتيبة الحال ان لورش اصلا كان نزل المباراة دي كبديل لزيواني اللي هو بيغيب عن المباراة نتيجة لحصوله على بطاقتين صفراتين وبيلعب تحت الاتنين تحت لورش ومتيبة كان بيلعب بتلاتة فورمان على اليمين ومكوجه على الشمال وتاو في القلب وساعات تاو كان بيروح ناحية اليمين وفورمان هو اللي بيخش في القلب فبتلاقي اي هجمة مرتدة على منتخب مصر بتلاقي ان فيه خمسة بيهجوموا علينا وبمجرد ما يفقدوا الكورة بتلاقي ان التلاتة دول بيرجعوا مع زمجة اللعيب اللي فص الملعب اللعيب القوي اللي فص الملعب بيقفل بالالاربعة قصاد الالاربعة المدافعين وخاصة انهيلانتي الباكليفت مهاجم باكليفت قوي جدا امام محمد صلاح استطيع ان هو يوقف خطورته منتخبنا راح الحياة في المباراة دي في كورتين فقط هما اللي تريزيجيه الكورة الاولى هجمة مرتدة طريق حامد بيشتت الكورة السلامة صلاح انطلق ادها لتريزيجيه صوبها ضعيفة جدا في ايد الحارس والكورة التانية كانت سروبه وصل محمد صلاح من وراء المدافعين تريزيجيه قطع بشكل هايل جدا ولكن صوب الكورة في ايد الحارس هما دول الكورتين الوحيدتين اللي احنا روحنا عليهم في مباراوسة جنوب افريقيا في المقابل محمد الشناوي تقلق جدا وانقذ الكثير من الكورات ايه بقى اللي حصل في تغييرات اجيري اللي هي ثابتة واللي ما بتوافقش كل مباراة اجيري قرر انه يسحب عبدالله السعيد وينزل عمر ووردة وده التغيير معتاية طالما عمر ووردة موجود فبقى عمر ووردة موجود في وس ملعب جنب النيني وطرق حامد ولكن عمر ووردة طبعا ليه ادوار هجومية اكتر من طرق حامد ومحمد النيني محمد النيني بمناسبة كان مباراة من افضل مباراته افضل من التلات مباراة اللي فاته محمد النيني كان بيتحرك في الملعب بيظهر للعيبة زاد فكورة وشاط الحياة انه كان اداءه افضل نسبيا عن المباراة اللي فاتت فاجيري لانه التغييرات سابتة ولانه هو نفس الفكر ولانه بدأ المباراة خلاص احنا بنقرب من اداية الاخيرة قرر انه هو يجري التلات تبديلات وكان تبديله بخروج محمد النيني ونزول وليد سليمان منتخب مصر بقى شكله عمل ازاي بقى نبنلعب باربعة وصادهم طريق حامد وصادهم بيلعب بعمر واردة ووليد سليمان وتريزيجي ووليد سليمان يمين وتريزيجي شمال وفي القلب عمر واردة ودخل صلاح فرود صريح جنب احمد علي اللي هو حاول ان هو يبزل ما في وصعه وحاول ان هو يهد الدفاع جنوب افريقيا ولكن ده احدث لك فراغ في وسط الملعب ايه ده بنشوف مكوج واتاو وفورمن وقدامهم متيبة ولورش بتلاقي خمسة لايبة رايحين وهنا مفيش اللي طريق حامد مع طبعا زيادة ايمن ارشف مع زيادة احمد المحمدي فضى وسط الملعب تماما للمنتخب جنوب افريقيا اللي استطاع من انفراد انه هو يحرز هدف الفوز عن طريق اللاعب لورش الحقيقة ان اختيار اجيري هو ليس الاختيار الموفق من اتحاد الكرة اتحاد الكرة اخطأ في اختيار اجيري رغم انه بداية اجيري لم تكن سيئة في البداية مع المنتخب المصري واظهر لنا بعض اللمحات الفنية شوية اللي احنا حسنه انه مختلفة نتيجة بعد عهد هكتور كبر الدفاعي فاحنا يعني تفقلنا خير مع اجيري ان يكون فيه كرة هجومية اكثر ولكن الحياة انه ده لم يحدث في البطولة الرسمية ولم يحدث فيه المباريات الكبرى وظهر اللي احنا اتكلمنا عنه ان الاختيارات ثابتة والتشكيل ثابت ويمكن ممكن نختم به كلمة مورينو عن جوزي مورينو عن كلمته عن اجيري لما قاله انه هو مدرب من هو كمان بيضرب في الدولة الاسبانية معاه هو مدرب ثابت الخطة وثابت التشكيل تغييراته في ادئة الحدود ولكن التغييرات اللي في ادئة الحدود لا تناسب منتخب مصر ولا تناسب قيمة منتخب مصر واختياراته اللي عليها علامات استفهام وضحت من خلال المباريات ونقاط السلبية اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليها وتقابل دايما بانه لا اتفقله بالخير انتظروا الحياة انه كل كلامنا صح انه المنتخب ادئه غير موفق تماما في المباريات الاولى وان كان الفوس كان بيغطي على النقطة السلبية دي حتى انكشف المنتخب المصري تحت قيادة اجيري امام منتخب جنوب افريقيا هنودع البطولة ولكن دي مش نهاية المطاف ان شاء الله مستقبلا المنتخب المصري نحسن من شكلنا ونشوف ممكن يكون من البديل الاجيري في حالة اختيار مدير فني بداله خلال الفترة المقبلة هنكمل مع بعض خلال اليام الجاية متسبوناش هنتابع مع بعض مباريات كاسل امام الافريقية كل توفيق للمنتخبات العربية وكل توفيق لجميع المنتخبات ونتفرج على كورة حلوة ويهي بطولة حلوة بتنظامها